نظرات خوف وهلع يشعر بها هذا الطفل الذي أنهكت جسده حم الضنك كما أنهكت أجساد الكثيرين من أبناء شبوة حيث انتشر هذا المرض على نحو كبير في أغلب مديريات محافظة شبوة أكثر من أربعمائة حالة مرضية منها أربع حالات وفاة حتى الآن بحسب مصادر طبية ترجح هذه المصادر أن حالات الإصابة والوفيات ستتزايد جراء قلة الإمكانيات وضعف التجهيزات الطبية الخاصة بمكافحة الوباء في مستشفيات المحافظة ومراكزها الصحية تنقصنا الإمكانيات توفير السوائل فيها أنواع من السوائل غير متوفرة في المستشفى وأيضا ننشد المنظمات والمؤسسات الصحية بتوفيرنا العلاقات المتاحة مناشدات متكررة وجهها أبناء المحافظة للجهات المختصة بسرعة التدخل للحد من انتشار الوباء لكنها لاقت إهمال وصمت قيادات السلطة المحلية الذي يقابله عجز مكتب الصحة بشبوة لتفادي كارثة صحية قد تجداح شبوة كما ترون المستشفى تنقصها سوائل تنقصها علاجات ونرجو من الجهات المعنية والجهات المختصة أن تنظر في هذا الموضوع وأن تلتزم وتوفرنا على الأقل حاجات بسيطة كأسعافات أولية مثل سوائل مثل علاجات لكي نخفف من معاناة الناس لأن الوضع الوبائي هنا يعني بشكل غير متوقع المدينة يعني مبوعة بشكل كبير جدا الوضع الصحي يزداد سوءا وينظر بكارثة صحية تحدد حياة المواطنين خصوصا وأن المستشفيات والمراكز الصحية تفتقر للأدوية واللقاحات التي تتطلبها عملية المكافحة صالح سالم قناة بلقيس شبوة